أعلن سعادة المهندس باسم من يعقوب الحمر وزير الإسكان عن تدشين تطبيق حديث للخدمات الإسكانية عبر الهواتف الذكية بشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هذه الخدمة تتيح عرضة واستخدام مختلف الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة عبر الهواتف الذكية وقال الوزير إن النسخة التجربية من التطبيق قد تم تفعيلها عبر نظام الأندرويد على أن يتم في المرحلة المقبلة تعميم التطبيق لبقية الهواتف الذكية التي تعتمد على نظم تشغيل أخرى والتطبيق يوفر جميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالطلبات الإسكانية فضلا عن خدمة تحديث بيانات الطلب الإسكاني وعرض حالة الطلب الإسكاني والكشف عما يتعلق به من بيانات إلى جانب خدمة تقديم بلاغ صيانة الوحدات السكنية بالإضافة إلى توفير خدمة المحادثة الفورية مع المعنيين بالوزارة يذكر أن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإسكان ستغني المواطنة عن الحضور الشخصي للوزارة ما سيخفف الإعباء على موظفي قسم خدمات الزبائن بنسبة تزيد على 75% كما سيقلص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ترجمة نانسي قنقر